مرحبا فيكم حبايبي برج العذراء شوف ازا برج العذراء شو طاقته اول شي قبل فترة صار في عندك خراب صار في عندك اه انقصار اه الان يعني هاي الفترة رح تحاول طول الفترة الجاي وانت تترمم اه متل ما بيقولوا جراحاتك فيه شخص رح يساعدك في الموضوع اه انا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل اي شي لعمل المال الحب العاطفة اه لانه جامع كل اشي بنفس الكرت فبشوف فيه فيه شخص عم بيساندك اه لحتى يعني تمر اه خلينا نقول تمر من هاي الازمات كله ياتا او يرمم لك الجروحاتك معاك انت مرح تكون لحالك على فكرة اه خلينا نقول نفتح مسلا هون حبايبي يعني الكروت بيتغير معناها حسب ايش في بجنبها ايش في فوقها تحتها ف خلينا نشوف بشكل عام لبرج العذراء شو مخبيت له الكروت زي ما قلتلك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجة اللي بدك اياها اه روحك عم بتتشافى جسمك عم يتشافى اذا كان في عندك على فكرة عم بشوف فيه يا عملية جراحية مش عندك انت عند شخص اه بخصك ولكن هاي العملية يعني اللي هي رح تمر على خير لانه مبين انه في عندنا يعني زي دعوات زي شي لحتى هذا الامر يزول وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحة لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكتر انه من العائلة عم بيعاني من شي معين مرض معين عملية جراحية اه ف زي ما بيان هون تحت هذا الكرت فيه نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير اه ممكن الوالدة ممكن مش عارفة بس اه عم يعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير اه احسن منك انت يعني انه احسن من الانسان الطبيعي رح يهتم بصحته كتير هو شخصيا اه اه لا شايف هذا الموضوع عم بيتم على نجاح برج العذراء طبعا من الابراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية داءوا الامرين يعني زي برج التور تقريبا والله كل الابراج كانت تعبانة وعم بشوف فيه استمرارية شوي بالتعب ولكن فيه بشائر خير فيه بشائر كتير عم بشوف بالورق لكل الابراج آآ كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالابراج عم بتعلمنا هلأ يعني زحل عم بعلم الكل عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بيسموه المعلم الاكبر عم بيعاقب الناس اللي شوي يعني انظلموا بالنتيجة كمان عم بيختبر عم بيختبر الصبر عند الشخص عشان يكافئوا بعدين عم يختبرك اذا انت قدتها ولا مش قدتها فيه فيه نوع من عند كل الابراج عم بشوف نفس خلينا نقول النقطة انه عم بيصير فيه عندهم تحديات هذا العام المشترك فيه كل القراءات فما تفكر حالك انت صاحب اي برج ما تفكر حالك انه انت الوحيد اللي اللي عم بتعاني او فيه عندك اه تحديات الكل عم بتصير فيه عنده تحديات اه عم بشوفك بتنتقل من اه ممكن مسكن لمسكن اه ممكن من بلد لبلد اكتر شي من بلد لبلد عم بتسعى لهذا الموضوع اه ولكن انا بقول لك مش هاي الفترة يعني هاي الفترة ما ما كتير انا بنصحك بموضوع السفر انت حابب تغير فممكن تغير مسكن ممكن تغير اه اي موضوع الشغل لا الشغل لا تغيره يا عدراء خليه زي ما هو منيح شايفي شغلك منيح وفيه تطورات في المستقبل فخليك في شغلك لانه فيه ناس عم بتفكر بتغيير العمل بالتغيير بشكل عام اه عام فبقولك العمل ما تقرب منه خليه ماشي اه بالنسبة لهذا الكرت كمان بشوف اه ممكن يمس العاطفة ممكن تروح من من اقصى البرود لاقصى اه اه ازدهار الحياة عم عم بتعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر مع شخص اما جديد ممكن يكون هوائي او ناري اه او مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير فيه التقاء بناتكم ولكن انت ويا عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني اه شخصيتك انت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بيفكر كتير انت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون فيه اختلاف كبير مش بس اه بالامور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لا حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين اه او مكملين خلينا نقول لبعض فانا بشوف اه انت موجود مع الشخص اللي بدي ناسبك اه تحتية مباشرة شايفي برضو فيه سفر هون يعني فرصتك بالسفر يع ذراء كتير كبيرة اه خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون فيه اخبار حلوة اه عم نوقع على ورق عم بيصير فيه اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات اه ولكن السفر نفسه رح يكون بعد هاي الفترة على الاغلب اه كمان بشكل عام اه رح تواجه حدا اما بمحكمة بقضية او امر بتعلق بالمال عم بتواجه انك بدك حقك او هو بده حقه اه عم يعني عم بتحصل على اللي بدك اياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع اذا كان اه محكمة مثلا حضانة اطفال او على مال معين اه على شي معين اي شي في محكمة في قضايا في امور مالية انت عم بتكون اكتر اه يعني الكفة رح ترجح اه لالك انت شغيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر اه يعني ما عم بتكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير يستنى فمن حقك يعني بس اه التغيرات ما رح تكون اللي هي كتيرة بهاي الفترة لا شوي شوي عم تتغير للأفضل المهم انها تتغير للأفضل اه فنكون بس اه صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع اه مش عارفة ما عم بتكون كتير مركزة في اه الدراسة فنصيحة لبجر العقراء اللي عم يدرسوا او عم يعني يقدموا لمناح عم يدرسوا درسات عليا اه خاصة اللي يعني بلد تاني غير الوطن اه لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لانه يعني يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم اه رح كتير تلقوا اه يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك اه يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكتر من محاولة ما تيئس بسرعة لانه شايفوا بهذا الكرت شوي شعور باليأس اه شوي انك مليت يمكن من الدراسة من الموضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسة ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهاية رح يكون في عندك شخصين بيساعدوك اه او شخص بيساعدك في موضوعين او موضوعين رح يمشوا موضوعين رح يمشوا عندك ان تستنى يعني فيهم اه فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا انا ما بعرفهم انت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع اه عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين انت عم تستنى فيهم اه فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستنى هم عم بيكونوا بين ايديك في اه عم بشوفك هاي الفترة اه شوي عم تهتم بنفسك اكتر عم تتطلع على نفسك اه اكتر مش اناني يعني لأ اه وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون اه شوي تهتم في نفسك وهذا اشي رائع يعني بالعكس اه عم اه بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي اه هاد الشي كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك اه طاقة ايجابية في هذا الموضوع اه وكأنه الطرف الثاني عم بيحسسك انه انت شوي يعني عم بتكون اه قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم تعمل العكس بالعكس عم اه تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في اه في اه باتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي بدو ياه خلينا نشوف بالعاطف شوي لبر العذرة رح اعتمدهم عفكرة لا والله ما اح رح اعتمدهم لانه تكرروا خلينا ناخد كروت اه بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف اه في عندك اه صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسي القراءات العاطفية مثل ما بتعرفه عم بتكون كمان اه بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كثيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقة لناحية جدية اكتر ما هي اه كنت انت مبلش يمكن في العلاقة كهيك انت او الطرف التاني اه كعلاقة عابرة وعلاقة عادية ولكن عم بشوف التطور في هاي العلاقة شوفوا هون العلاقة الثلاثية عم تنتهي فيه فيه طرف تالت فيه عائق يمكن يكون فيه كذا هذا هذا عم ينتهي لانه الكارت تطلع مقلوب فنكون متطمنين اذا كنا عم شاكين او كذا بالشريك او بخيانة اه الشريك قلتلك قبل شوي انك اه عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى يعني انت بتستحق كل اللي اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخد الجائزة عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع مش عم بتضيع عم تبذل جهده كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كتير لا امبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك اه طاقة صلبية ما بعرف شو هي يعني اه حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش لانك عم تستشفي بديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول اه انك تستشفي شوف هاي الامور كانت مسبب تأخير معين تأخيرات في الحياة في العلاقة العاطفية بما انه فتحنا العلاقة العاطفية اه ولكن شوفوا اش في ورا الاستشفاء في ورا الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق وكأنه هذا الموضوع الطاقة السلبية كانت حاجز بينك وبين امنياتك اه فبشوف امنياتك ممكن تكون في الحب يعني اكتر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع انه احنا فتحنا على القراءة العاطفية اه قلنا انه جلد الذات او التفكير في الاخرين رح يقل رح تفكر اكتر في حالك اه دائما كنت تسأل عن الشريك او تهتم بالشريك زيادة عن لازم الان عم تنقل بالاية هو عم بيكون اه كتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بيحس انه انت عندك طرف تالت ممكن عم يشك شوي عم بيغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير اه انت عم تربح المعركة اه ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع انك بالماضي كنت تستمى الكارمة كنت بدك اه حبيبك او شريكك يكون اه خلينا نقول اه في ضائقة في مشكلة في كزا فلا بالعكس انا بشوف فيه التقاء بيناتكم اه هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج اه مائي ممكن يكون اه فيه ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد اه مختلف تماما في في الصفات من اه عن الشخص القديم برضو يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون احلى رح تكون اه فيها مشاعر اكتر فيها اه عدل اكتر اذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الضاقات زي ما انتوا شايفين فيه ترابية فيه نارية وعم بتكون كمان مائية وفيه برج الدلو كل شوي بيطلع لي في عندك حبيبي كمان اه انتصار بالعاطفة انتصار اه مؤجل اه لكنه مية بالمية رح يتحقق كيف تطلع مقلوب فيه تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف الثالث لان الطرف الثالث قين عنا بوضوح فخلينا نشوف في شكل عام شو النصيحة اللي ممكن تقدم لنا اه بيقولك عم تهتم كتير بالتفاصيل عم بتفكر اه بيقولك عم تهتم كتير بالتفاصيل عم بتفكر بالتفاصيل اه عندك مخاوف كتير كبيرة اه مش بمحلها في عندك توترات مش في محلها اه ما في شي تتوتر علشانه او كزا عندك مخاوف من شيء معين اه مخاوف ما عم بتكون برضو بمحلها كل جملة عم بتخلص بمحلها كتير قلت كلمة بمحلها طيب فبيقولك اطلع من هاي الطاقة اطلع او انك كمان عم بتفكر بنطاق ضيق ضيق عم بتفكر ما عم بتشوف الحياة يعني اطلع برا وشوف البرسبكتف شوف حياتك كلها تأكتبها يعني مش تكتبها على ورقة يعني حاول انك تشوف ابعد من هيك خلينا نشوف كارت تاني لا للعدراء اه بقولك هون انه الجأ للاخرين الجأ للشريك ممكن يكون عكسي كمانا ممكن يكون بس هذا اليك مش للشريك بقولك ممكن تستعين بالشريك او شخص مقرب منك لحتى يعني لحتى تمشي بأزمة معينة لحتى تنهي أزمة معينة هي رح تكون عندك أزمة هيك علماشة يعني مش لفترة طويلة الي هو موقف مشكلة صغيرة كزا المهم يعني موضوع رح يتم اه بالاخير رح رح تنجى منه او رح تخلصه على خير بس بقولك انه اه في ناس ما تدقلها ايدك فما تطنش ممكن الشريك اه عم بيطلب الرجعة انت ما عم تعطيه ايدك او او ما عم تحاول فبحكي لك انه لأ قبل خلينا نشوف مثلا هدول ايش بقولوا لنا الله هو اكبر عم بيقدن هون بحكي لك شوف هون انا بشوف طاقة سحر طاقة اه اللي هي مش السحر السحر لا اه انك انت رح تكون ساحر انت ساحر حبيبك اه ساحر وباشياء كتير من برة ومن جوة يعني كشكل اه اه مظهر ككيف تلبس بتحكي تتصرف عم بيكون كتير اه اه معجب فيك او اه اه ممكن تكون شخص جديد معجب فيك